اليوم رانا في متوسط حملة رشيد اليوم من بين اللقاءات اللي اتأيناها مع السادة الاسادي ذا كما ترون انا نشكر من خلالكم الاسادي ذا اللي تفهموا وتفهم كبير قضية قضية التلقيح اليوم الثالث لانتلاق عملية التلقيح اللي راهي متواصلة عبر الولايات كامل في الاطوار الثالثة احنا كنا دشنا حملة التلقيح في متوسط العقيد يوم الاحد الماضي كانت تحذير لها يوم الخميس مساء مع مديرية الصحة ورفقة مدراء المؤسسة الاستشفائية اللي كان لنا لقاء موسح لمدة اكثر من خمس ساعات وكان فيه تحذير جيد من قضية تحذير اللقاح من قضية توفير الاطقم الطبية سواء المتنقلة او المستقرة على مستوى الوحيدات الكشف متاعا احنا سخرنا خمسة وعشرين واحدة تكشفه متابعة عبر الولاية اللي راهي مسخرة الان لتلقيح منتسيب قطاع التربية انا بدوري اليوم اني ادعو من هذا المنظر كل الاساتذة كل الاداريين كل العمال كل مديراء كل مفتشين كل الناس اللي ما داروش جرع التلقيح الاولى انهم يتفضلوا يمشوا الوحدات وكذلك الفضاءات اللي راه مفتوحة لهذا القرض اننا نمشو لتلقيح كل منتسيب قطاع التربية الامس كان السيد الولي اعطى تعليمات اننا نتلقوا جائزة لاحسن واعلى نسبة تلقيح للمؤسسة في الاطوار الثلاثة من المسبل الابتدائي المتوسط والثانوي راح تكون ان شاء الله جائزة قيمة ويكون تكريم من طرف السيد الولي ان شاء الله تكون تكون الامور مضبوطة بالنسبة اليوم الخميس نكون ان شاء الله انتهينا من العملية التلقيح باذن الله يكون العملية كلها كل الاساتذة وكل الاداريين يكونوا ندعوهم ان يمكنوا يتموا التلقيح